كان في مفاوضات بين الجانب الروسي والجانب الاوكرانية بسارجع ممكن يعني الحرب النهاردة اليوم الخامس منذ اندلاع الحرب الاوكرانية الروسية انا ما قابلتش حضراتكم فخلينا بس اقول باختصار شديد هو ايه الموضوع هما بيحربوا ليه هو ايه النزاع اللي بينهم هي روسيا عايز ايه من اوكرانيا واوكرانيا عايز ايه من روسيا طب وامريكا والغرب بفين في الموضوع طب والصين ايه باختصار شديد روسيا اتحاد الروسي بيقول انه اوكرانيا الدولة الجارة ليه لا يمكن ان تقبل روسيا بانضمامها الى حلف الناتو اللي هو امريكا والغرب لانه لو انضمت لحلف الناتو حلف الناتو هيحط صواريخ بل ممكن يحط القنابل النووية ورؤوس النووية في اوكرانيا بين اوكرانيا وبين موسكو خمس دقايق يبقى كده اصبحت روسيا امنها القوم في خاطر اوكرانيا عايزة تنضم لحلف الناتو عشان تحمي نفسها والنظام الموجود في اوكرانيا يعني مؤيد تماما للغرب والغرض بيقيدهم اللي جايبين بوتين وروسيا بيقولوا لا الدولة دي لو انضمت لحلف الناتو مش هيتبقى موجود لانه احنا لو انضمت مش هيتبقى موجودين القصة دي امريكا والغرب قالوا لا مش هندخلها الناتو روسيا قلت لهم ادونا تعهدات مكتوبة محدش ادهوم تعهدات فبالتالي بوتين بيدخل الى اوكرانيا لمنع انضمامها الى حلف الناتو طيب هو عايز يغزو اوكرانيا كلها يستولى عليها لا اللي كان معلن انه جمهوريتين اللي موجودين في منطقة الدنباس وبيبدأ يراقب الموقف وهو خد القرم في 2014 وياخد الدنباس في 2022 معناها اصبحت الدولة يعني منزوعة الدسم العسكري والسياسي ما يجري الان النهاردة اليوم الخامس على التوالي فيه كلام كتير بيتقال ان روسيا غرزت مش هتطلع ان ده مستنقع جديد زي افغانستان انه انه لكن ده خمس ايام عدوا محدش عارف مين هيعمل ايه امتى لكن كل اللي احنا عارفينه ان الحرب انطلقت كل اللي احنا عارفينه انه النهاردة اليوم الخامس في الحرب كل اللي احنا عارفينه فيه ضحايا للحرب فيه ازمات للحرب فيه مواقف ورضود افعال للحرب ده اللي احنا شايفينه متى تنتهي وإلى اي مرفأ ترسو هذه المعركة محدش فينا عارف ولا حد يعني بوتين كان هو صاحب القرار في البداية يملك قرار انطلاق الحرب لكنه لا يملك هو او غيره انهاء الحرب هنشوف اللي هيحصل ايه النهاردة هم قاعدين مع بعض فيه اه اه على الحدود البلاروسية الاوكرانية وانتهت الاعداء والاجتماع والمذاكرات التفاهم المعروضة والاقتراحات وغيره واتفق ان هم يلتقوا المرة الجاية على الحدود البلاروسية البولندية ده الاتفاق اللي تم خرج بايه ما نعرفش كل الكلام اللي حصل من الجانب الاوكراني الجانب الروسي لم يعلق على نتائج المباحثات لا خليدي بس ارجع مع حضراتكم لمحة بسيطة كده لاني انا يعني ارى ان التاريخ يعيد نفسه عندي حلف الناتو عايز يتمدد شرقا ما تجيبه لي خريطة ابراهيم عز حلف الناتو بيتمدد شرقا فين؟ على الحدود الروسية من فوق لادفيا ومش عارف مين ومين وابولندا ورومانيا وكل دي حلف الناتو محاصرين روسيا روسيا عندها بيلاروسيا وعندها روسيا البيضة وعندها يعني روسيا عندها دول في حالة تحالف عسكري ثلاث اربع دول روسية من دول اتحاد الشفيفة السابق واوكرانيا هي كل المشاكل انها عايزة تنضم للناتو والناتو عايزة يحط فيها اسلاح روسيا بترفض هذا طيب هو ليه امريكا وحلف الناتو وغرب اوروبا رحين يدايقوا روسيا فيه امنها القومي على الحدود هو ايه اللي بيحصل سنة 62 1962 من حوالي 60 سنة تقريبا من حوالي 60 سنة روسيا كان رئيسها خدشوف كان تحالف عيتي وكان كوبا فيديل كاسترو بداية الثورة وبداية هم دولتين مستقلة اتفقوا لاثنين انه تحالف عيتي ينقل صواريخ حاملة لرؤوس نووية فين في الاراضي الكوبية كوبا دي تحت لو جبتني خريطة كوبا ابراهيم كوبا دي موجودة يعني في عنق الولايات المتحدة الامريكية عنق الرحم الامريكي لما الصواريخ روسيا تحتش فيتي تتنقل في دولة اسمها في كوبا وكوبا بينها وبين امريكا يعني الصواريخ بعد خمس دقايق طبعا امريكا عرفت هذا الكلام بسرعة حولت ان هي تغير الوضع وكان تعمل ثورة وتعمل ثورة ملونة في حينه في هذا التوقيت كان الرئيس الامريكي كيندي وبدأوا قبلها بشوية كانوا يعملوا عملية تغيير نظام الحكم كاسترو بالقوة والمخابرات الامريكية بدأ يتحرك في هذا الاتجاه وما جرى في خليج الخنازير لكن في النهاية روسيا قررت واتفقت تنقل صواريخ خائلة كوبا اتصل الرئيس كيندي بالرئيس خروتشوف وقال له على السفن السوفيتية ان تعود ثورا وإلا اغرقناها لن نقبل بوجود صواريخ سوفيتية على مرمى الحدود الامريكية وإن أدى هذا إلى قيام حرب عالمية ثالثة فلتكن ده مين اللي قال هذا كلام ده الرئيس الامريكي كيندي لمين للرئيس السوفيتي خروتشوف رد عليه خروتشوف رد تاريخي قال له ايه اهو قدام حضراتكم اهو بس عشان الناس تبقى عارف القصة ايه شايفين الحيطة دي اهو كوبا اهو قدام حضراتكم اهو ايه دي كوبا اهي دي الولايات المتحدة الامريكية اهي قدام حضراتكم شايفين لما تحط الصواريخ روسيا في العتة دي اهي شايفين شايفين الصواريخ بينها وبين امريكا قد ايه اهو 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 دي القصة فين هنا روسيا اهو روسيا هي ففعل قد بين روسيا وبين كوبا نقلوا الصواريخ هنا وهي في البحر عرفت الامريك قال لك ارجع بالصواريخ تاني وإلا اغرقناها وحتى لقوبة حرب العالمية لن نسمح بوجود صواريخ سوفيتية هنا على حدود على حدود الولايات المتحدة الامريكية نفس القصة هاتلي بقى هاتلي بقى ابرهيم لو سمحت روسيا واوكرانيا هاتلي روسيا واوكرانيا اهو دي فين فين بس انا روسيا قدام حضراتكم اهي فين اوكرانيا اهي واوكرانيا لما تيجي امريكا تحط صواريخ هنا ولا حلف النيت تحط هنا بينها وبالروسيا قد ايه خمس دقائق يا وريد لو تعرفت تجيبني الخرطين الاتنين جمع بعض تتبقى عظيم جدا يعني قدي اوكرانيا وقدي روسيا امريكا عايزة تحط صواريخ والنيت تحط صواريخ فين في هذه المنطقة على الحدود الروسية هل تقبل روسيا النهاردة ما رفضتها امريكا بالامس ده السؤال اللي انا بقوله ده السؤال اللي انا بقوله الناس تقرأ بس اللي جار بين كوبا والاتحاد السوفيتي النهاردة بيتكرر بين امريكا وبين اوكرانيا يعني الاتحاد السوفيتي وصل الى اقناع كوبا بانه تحط صواريخ ناكل لتهديد امريكا والنهاردة امريكا اقناعت اوكرانيا هي تحط الصواريخ عندها لتهديد روسيا نفس الجيم نفس المباراة نفس اللعب نفس الاليات نفس الادوات ايه اللي حصل مبارح ونشوف اللي هيحصل النهاردة اللي حصل في 1962 خلاص برايم اللي حصل في 1962 انه الرئيس الروسي خورتشوف رد على كندي وقال له ايه اه الخرطين طب كويس ادي روسيا و ادي اوكران الحدود هل تقبل روسيا بوجود صواريخ هنا في هذه المنطقة روسيا بتقول لا حتى لو هنغزو ونحارب قبل كده كانت امريكا بتقول انه الصواريخ الروسية تبقى موجودة هنا على حدودي لا حتى هنغرقها حتى لو قامت حرب العالمية نفس رد الفعل الامريكي العنيف في 1962 في ازمة الصواريخ اللي اشتهت بازمة الصواريخ الكوبية هي نفس الازمة بتتكرر لكن من الناحية العكسية بين روسيا وبين اوكرانيا منوقة الالت المتحدة الامريكية اذا الصراع بين روسيا وامريكا مرة روسيا تاخد الصواريخ تودها على حدود امريكا فتزعجها و مرة امريكا تاخد الاسلاحة تخطها على حدود روسيا فتزعجها هو ده قصة وارجو الناس تنتبه الى ذلك الرئيس الامريكي لما بعت تحذير لرئيس تعاني شفيتي وقال له ترجع السفن واللي اغرقناها ولو تطلب الامر كام حرب العالمية فلتكن رد عليها قال له انت قلق من صواريخنا على حدود امريكا في كوبا قال له بالطبع قال له وماذا عن صواريخكم في تركيا كان امريكا نصب صواريخ في تركيا مش في اوكرانيا يعني كان لسه فيه تركيا على بعد ساعتها كانت تحتش فيه كبير فقال له تخرج صواريخك وتنزع صواريخك وتنقل صواريخك من تركيا هرجع صواريخي من كوبا وافق الرئيس الامريكي على ازالة الصواريخ الامريكية من تركيا في سنة 62 مقابل اعادة الصواريخ الصواريخ السوبيتية من كوبا مرة اخرى وتمت التسوية بشكل سري كانت تسوية سرية محدش يعرف في هذا التوقيت ورجعت الصواريخ الروسية ورجعت الصواريخ الامريكية وانتهى الامر النهاردة بيتم اعادة الامر بشكل مختلف دي لامحة من التاريخ عشان نفسر اللي بيحصل النهاردة